استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة هانس قرنبرق وستمع العليمي من المبعوثة الأممي إلى إحاطة حول نتاج اتصالات الأخيرة على المستويات الوطنية والغليمية والدولية والأولويات المطلوبة لإحياء مسار السلام العملية السياسية في اليمد بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف الميليشيات الحوثية لهجماتها لرهبية على مختلف الجبهات مؤكدا باسمه وعضاء المجلس والحكومة الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة من أجل إحياء مسار السلام في اليمد والتخفيف من موطأة الوضع المعيشية كما أكد التزام المجلس والحكومة بالتعاطي الإجابي مع كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمد بموجب المرجعيات الوطنية والاغليمية والدولية مجددا التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر